إذن الحد ربما كان ضدنا هذه المرة بسم الله أحمد رحيم ما نقولش نعزيه كل شي غير الحد بعض أحيان قلة تجربة وأظن بأن الحمد لله لأنه لم ننهزم في أي مبارا وهذا شيء بالنسبة لنا إيجابي ولكن أظن بأنه كأس إفريقيا والمستوى العالي لازم أن يكون التركيز 100% مش للدقيقة 90 ولكن الدقيقة 100 يعني أنتم لاحظتم ضد كل شيء يعني الفريق الوطني اليوم أبان فعلا على مستوى الحقيقي وأظن بأنه كما سبق أن ذكر دائما وفي نفس خريطة الطريق بأن نحن في طور البناء وأكيد بأن كلنا نتمنى أن نمر دو تاني باش نفرحوا الشعب المغربي والجمهور المغربي كله قدر الله ما شاء فعل فأظن بأنه يعني بالرغم من إقصائنا ولكن مشي الهزيمة أنا لا أسمح لي أحد أن يقول هزيمة لست هزيمة ولكن الإقصاء أظن بأنه بشرف وأظن بأنه فعل النواة الأساسية دي الفريق الوطني المغربي إن شاء الله بدأت تتكون وبصلابة من أجل استحقاقات المقبرة رشيد التوصي أشركت بعض العناصر الجديدة لأول مرة تلعب مباريات كأس إفريقيا أشركت يوسف القدوي أشركت عبد الإله الحافظي ربحنا عناصر جديدة رشيد التوصي فأظن أنا كانت كل تيقى في هذه العناصر التي اخترتها كلها وأظن بأن اختيارها أكيد بأنه كانت حسب المعايير التي وضعتها وهذه التيقى يمكن هي التي جعلتني باش دائما أكون أتق فيهم وأبحث عن الوقت المناسب لإقحامهم حتى ممكن ودائما أقولها ممكن يبينوا عن العلوك بأن في نفس الوقت لا يتأثروا بأي طريق فاليوم كان جاء دور قدي وجاء دور حافظي وأظن بأن أبانوا فعلا يستحقون الممكنة للفريق الوطني ويستحقون أن يحملون قميص للفريق الوطني فأظن بأنه هذا الشيء ما يزيد إلا يعطينا تحفيز وحافظ كبير جدا حتى ممكن يزيدوا نشتغلوا أكثر يعني مع كل عناصر الوطنية داخل الوطن وخارج الوطن وأكثر من هذا لازم أن نعطي أهمية البطولتنا داخل هذا وأن ناشد زملاء المدربين كلهم أن يشتغلوا بكل تفاني حتى ممكن يعطينا لاعبين بحجم قديوي بحجم حافظي بحجم النملي بحجم محمد الله بحجم المياري شكرا رشيد الطوسي إذن يسري المراكوشي كما تابعته وتابع الجمهور الكلم تصريحة رشيد الطوسي لم ننهزم أقصينا نعم أقصينا من منفة